طيب ليومي ايه اللي محضره بالنسبة بشوار النادي الاهلي في البطولة رقم 12 اهم النقاط اللي انت شايفها كانت مهمة جدا جدا لحصول النادي الاهلي على زي البطولة خلينا نستعرض الانجازات الرقمية افريقيا للنادي الاهلي مثلا النادي الاهلي طبعا الاكثر افريقيا في المشاركة في دوري الابطال حتى بمسمها القديم 34 مشاركة 50% من المشاركات دي وصل النادي الاهلي 17 مرة للأدوار النهائية بنتكلم ان هو من السبعتاشر دول 12 بطولة دوري الابطال محققها بنتكلم برضو الفوز مرتين متتاليين الاهلي عمل او فاز مرتين متتاليين اربع مرات دي برضو الاكثر من خلال الفرق الافريقية بنتكلم طبعا بدون هزيمة برضو النادي الاهلي عملها مرتين ما بين 2005 جيل طبعا بركات ابو تريكا كابتن اسلال مع مانو الجزيز بالضبط بالضبط بنتكلم برضو في جيل او موسم 24 برضو نفس الكلام بدون هزيمة اقوى خط دفاع ودخل مرماه هدف وحيد ويمكن اقوى خط دفاع مجرد ان انا ما بص انه دخل مرماه هدف وحيد هل ممكن ده فنيا بيعكس اسلوب دفاعي لمارس الكولر هنلاقيه في المقابلة اقوى خط هجوم برصيد 20 هدف فهو بيعنده توازن ما بين النواحي الدفاعية وما بين النواحي الهجومة يمكن من افضل نسخ الدفاعية اللي كنا بنشوف بها مارس الكولر لما كنا بنشوف دايما الاجنحة عنده مثلا حسين الشاحات او بيرسيتاو بيرجع يدافع كأنه بيلعب بست مدافعين صحيح بالضبط نفس الكلام بالنسبة للمركز 8 كنا بنشوف ازاي افشا بينزل على حدود 18 بيعمل استخلاص للكورة وبتدي يبني هجمة مرة تانية او طبعا بيدي ادوار دفاعية للفرقة كلها الحقيقة كل الادوار الدفاعية بيقوم بها الفريق بشكل كامل سواء على مستوى رأس الحربة لغاية استردباكين بالضبط ده يمكن الارقام الخاصة بالفريق ككل تماما